موسيقى نشرة والحصاد من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم اليكم العنوين موسيقى في افتتاح اشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة جوتيريش يحذر من اخطار وجودية داهمة تهدد العالم والعمامر يبرز من نيويورك جهود الجزائر لاستكمال التحذير لقيمة عربية ناجحة وموحدة موسيقى الرئيس الروسي فراديمير بوتين يؤكد ان موسكو تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في شؤون الاقليمية والدولية ونشدد ان الجزائر ثاني اكبر شرك تجاري لروسيا في افريقيا من حيث حجم التجارة المغرب يساوم اوروبا بملف الهجرة وانتصار جديد للقضية الصحراوية جمهورية جنوب السودان تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية المجر تطالب الاتحاد الاوروبي بعدم فرض عقوبات جديدة على روسيا وغاسبروم تعلن وقف امدادات الغاز عبر قوة سيبيريا الى الصين في مدة اسبوع وتتابعون في الحصاد وقفة عند امازونية داهمي بطلة الماضي والحاضر في البني اهلا بكم الى تفاصيل بداية يلتقي قادة العالم الغارق في الازمات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين رافعة المستوى التي افتتحت بنيويورك اعتبارا من الثلاثاء وتستمر لأسبوع كامل فيما حذر الامين والعام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش خلال جلسة الافتتاح من خطورة الانقسامات والعنف وازمة غلاء المعيشة مما ينظر بموجة من الصخط العالمية بوصلة العالم حسب المفردات التي اختارها انطونيو جوتيريش والتي افتتح بها اجتماعات الجمعية العامة العادية للأمم المتحدة تشير الى عالم مستقبله غير واضح خطاب من 16 صفحة القاها الامين العام للأمم المتحدة وهو يحذر من خطر وجودي داهم يهدد العالم بسبب ازمات متعددة مثاق الامم المتحدة والقيم التي يمثلها معرضة للخطر ومن واجبنا ان نتحرك ومع ذلك فنحن محاصرون في اختلال وظفي عالمي هائل والمجتمع الدولي ليس مستعدا او راغبا في مواجهة التحديات الكبيرة والمثيرة التي تواجهنا هذه الازمات تهدد مستقبل البشرية ومصير كوكبنا الامين العام في كلماته تحدث عن ثلاثة اخطار اولها الحرب في اوكرانيا وما ترتب عنها من ازمة انسانية وازمة في الغذاء واخرى في الطاقة وثانيها انتشار عدد كبير من النزاعات بالعالم في اثيوبيا والكونغو وليبيا واليمن وسوريا وتوترات في القرن الافريقي وهايتي وميانمار وافغانستان وفلسطين التي قال ان دورات العنف تستمر تحت الاحتلال وافاق السلام القائم على حل الدولتين يصبح بعيدا اكثر من اي وقت مضى اما الخطر الثالث فهو التغير المناخي الذي بات يهدد الكون بكوارث غير مسبوقة هناك مصدر قلق رئيسي اخر هو تأثير ارتفاع اسعار الغاز على انتاج الازمدة نيتروجينية ويجب ايضا معالجة هذا الامر بجدية وبدون اتخاذ اجراءاتنا الان سيتحول النقص العالمي في الاسمدة بسرعة الى نقص غذائي عالمي نحن بحاجة الى اتخاذ اجراءات في جميع انحاء العالم دعونا لنتوهم نحن في بحر هائج يلوح منه شتاء من السخط العالمي في الافاق بعد عامين من غياب المشاركة الحضورية او خفضها بسبب جائحة كورونا الحيوية تعود الى اروقة الامم المتحدة بمشاركة اكثر من 150 من رؤساء الدول والحكومات حيوية قد لا تعكس واقع الحال الذي يعبر عن انقسامات عميقة وعالم شديد الاضطراب ان تقدم في هذه القضايا وغيرها رهين التوترات الجيوسياسية علمنا في خطر حد شلل الانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الامن وتقوض القانون الدولي وتقوض الثقة وإيمان الناس بالمؤسسات الديمقراطية وتقوض كل اشكال التعاون الدولي لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال صفحات انطونيو جوتيراش التي قرأها ذكرت الفقر وعدم المساواة كما ذكرت الامل والعمل من اجل عالم اكثر عدلا لكن كل هذا قد لا يجد طريقه الى النفاذ وسط عالم متغير يبحث عن نفسه من جانبه اكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان على وجوب تسوية النزاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال مشروع حل الدولتين داعيا خلال كلمة له في اشغال دورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الى وقف الانشطة الاستيطانية غير المشروعة للاحتلال الاسرائيلي ألح على ضرورة تسوية النزاع في فلسطين المحتلة من خلال حل الدولتين كما انه من مسئولية الاسرة الدولية مساعدة اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث والانروا ويجب وقف الانشطة الاستيطانية غير المشروعة فلا يمكن ايجاد سلام عادل ودائم وشامل سوى باقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ينظم إلينا من تلوز الفرنسية أستاذ الاقتصاد الزراعي لطفي غرنووت مرحبا بكم سيدي مساء النور شكرا على الاستدافة إذن جوتيريش شدد على أن الامدادات الغذائية ستكون مشكلة العام المقبل إذن لم يستقر سوق الأسمدة إلى أي مدى يؤثر التذبذب في السوق ذلك أو ذاك على الأمن الغذائي العالمي نعم اليوم هذه الجمعية العادية التي جاءت اليوم في دوروف استثنائية ودوروف صعبة جدا بالنسبة لعديد من العوامل وهي تراكمات للعديد من المؤشرات السلبية منذ فترة كوفيد أنها أتارت ونتهششت الشام التي تهم الأمن الغذائي العالمي والتي زادت في حدة الجوع في العالم حسب إحصائية الفوض أكثر من 800 مليون جائع في العالم تظهر لوجود لمؤشرات إيجابية ما كانش مؤشرات إيجابية لأنه اليوم نشوف أنه تخلنا في مؤشرات أخرى أكبر مؤشر اليوم اللي هدد هذا الأمن الغذائي العالمي هو الطاقة يعني السراع عن الطاقة وإشهار سلاح الطاقة اللي هددوا المنتجة ويرهن واليوم لماذا نتحدث نركزوا على اليوم في هذه الجمعية الجمعية الأمم المتحدة شاهدنا أنه يعني موضوع الأمن الغذائي يتصدر وهذا دليل على خطورة الوضع المقبل لماذا؟ لأنه اليوم يعني طيب إذن أستاذ لطفي وما هي الإجراءات إذن المستعجلة التي يتوجب لأخذ بها للتقليم أخطاري نقص الغذاء في أنحاء وسعة من العالم أعظنا اليوم أنه هذه فرصة هذه فرصة يعني اليوم الأمم المتحدة تلعب دور كبير يعني شكل حتى في الوساطة التي يخرج يعني 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 les stocks يعني 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 مع ترك يعني يعني قامت بدور كبير اليوم أيضا أنه يعني 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 il est indispensب c'est-à-dire de revoir les façons dansant d'utiliser les terres c'est-à-dire ترك استعمال الأراضي زراعية و يعني يعني إستعمالها لأنه اليوم أيضا تحدي تحدي هو تحدي تغييرات مناخية وهذا شيء ضد عليها في الأمين بالأمم المتحدة للتحضير للمؤتمر لتحضير المؤتمر لتحضير المؤتمر على الريشوف موكليماتيك التي ستقام بعد شهرين لتقليل انبيعات الغازات خاصة في الدول الصناعية لتقليل الدول الصناعية وخاصة الممارسات الزراعية هي التي تشارك بأكبر وأيضا اليوم نرى إعادة النظر في كل دول المستوردة خاصة في مستعدة لمواجهة أي طارق لأن المشكلة اليوم إذا تم إذا تواصل مشكل أسعار الطاقة فإن الانعيك ستكون في الكمباني واضح أستاذ الاقتصاد الزراعي لطفي غرناوت كنت معنا من تولوز الفرنسية شكرا جزيلا لك في السياق ذي السلا تولى وزير الخارجية الجزائرية رمطل عمامر بمقر الأمم المتحدة رفقة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العربوي وكافة أعضاء الوفد الجزائري بإطلاق حملة ترقية الترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة الممتدة من الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين خلال الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة في جوليا الفين وثلاثة وعشرين وبحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية فقد نشرت ونشرت في مقر الأمم المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جونيف هذا وأكد وزير والخارجية الجزائرية رمطال مامرة خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماعات رفعة المستوى للجمعية أكد على الجهود التي تبذلها الجزائر لاستكمال التحضيرات اللازمة لعقد قمة عربية ناجحة تسهم في توحيد كلمة الدول العربية وتعزيز صوتها على الساحة الدولية وكذا مساهمتها في معالجة تحديات العالمية الرهنة وبحسب ما أورده بيان الخارجية الجزائرية فإن المامرة وعلى هامش لأشغال أجرى أيضا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه لكل من النرويج غينيا بيساو سربيا ليبيا وإيريتيريا وذلك في سياق التشاور والتنسيق حول المسجدات على الساحة الدولية والإقليمية قال الرئيس الروسي فرادمير بوتين إن روسيا تدعم الخط المتوازنة الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الإقليمية والدولية مشددا على مواصلة العمل معها لتعزيز الاستقرار في شرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء مضيفا خلال مؤتمر صحفي نعقب مراسم قبول اعتماد 24 سفيرا أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة ومنوها إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي أخذ أو آخذ في التطور باستمرار كما هو في مجالات أخرى بما في ذلك المجالات العسكرية هناك علاقة قوية مع الجزائر وهي تعتبر إحدى الدول الرائدة في التبادل الاقتصادي والتجاري مع روسيا في شمال إفريقيا وهناك علاقات قوية وروسيا تدعم السياسة التي تعتمدها الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي وتعمل على تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة الجزائرية الأستاذ إسماعيل دبش أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا مرحبا إذن تأكيد الرئيس الروسي بوت بوتين دعمه للخط المتوازن الذي تنتهج والجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون في الشؤون الإقليمية والدولية ما قرأتكم لذلك دائما يا أستاذ نحكم على التوقيت نعم توقيت التصريح هو مهم جدا لأن لأن التوقيت التصريح يأدي خلال عشر أيام اهتمام أمريكي كبير بالجزائر سفيرة بريطانيا تلتقي مع قيادة الأركان الممثلة في شنغريحة المجال الجنال شنغريحة وبعدها بأيام نجد السيناتور الأمريكي يقول أشياء غير مقبولة حول الجزائر الاحصال الاقتصادي وغيرها من أمبرغو بعدها قبل يومين كذلك نجد نجد الممثلة المؤلوية المتحدة في مجلس حقوق الرسال هذه كلها أشياء ربما خلت بوتين يثبت للعالم أن الجزائر يجب أن تتسطرون تحت أشياء غامضة الجزائر منذ عهد تبون بالأخص أنها مواقف متوازنة وليست منحازة لأي طرف نعم وهذا ما عبر عنه الرئيس الجزائر عبد مجلس تبون في عشرات المرات ومالسه ونجسده ميدانيا أنه حضر قمة بريكس بها الصين وأمريكا ولكن في نفس الوقت أعمل علاقات جد وقوية مع إيطاليا معنى ليس له انحياز طرف ضد طرف وإنما هو انحياز الأساسي للسلم والأمن في كل القضايا الإقليمية والدولية وانعزازه لمصرحة الجزائر طيب أستاذ أسماعيل الرئيس الروسي أكد مواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء أي رسالة هنا ولمن هو يريد دعم الحلول السياسية للأزمات التي تعيشها المنطقة سواء في الشرق أو في العالم العربي أو في إفريقيا ويبدو لي أن الرسالة هي سبقة تسبق أيام أو سابيع لقمال عربية قمال عربية التي نأمل أنها تكون محطة كبرى لعدة تحولات دولية وإقليمية يعيشها العالم ومن هذا المنطلق يريد أن يقول أن روسيا تدعم الحلول السلمية والسياسية مقابل هناك أطراف في الغرب وقوى الغربية تقوم بالعكس تصعيد وغيرها سواء في المشاق العربي أو في المنطقة الإقليمية هنا أو في أوكرانيا هنا يريد أن يوجه رسالة العالم أنه يدعم كل المواقف المتزنة والحيادية والتي تدعو الحلول السلمية والتي تقودها التزاوى سواء في إفريقيا أو في العالم العربي لهذا نرى بأن هذه الرسالة دعم لدولة كبرى بحجم روسيا لمحاولة التحرشات الغربية بقيات المتحدة مؤخرا ممكن أن تريد أن هي السبب أن ما تقوم بها المتحدة ليس حقيقة الحقيقة أن الجزائر رفضت أن تنحازل طرف ضد طرف وأستاذ وهذه عرفها العالم الكل أن الجزائر لم تنحازل أي طرف في الوقت التي كان الحفو أن تنحازل يضرب في ليبيا ويضرب في سوريا ويدعم في فرنسا في التدخل العسكري في فرنسا الرسالة وصلت أستاذ العلم السياسي والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر أستاذ سماعين دبش شكرا جزيلا لك إذن نشرت مجلة فورين بوليسيا الأمريكية مقالا تحدثت فيه عن تغير موزين القوى في شمال إفريقيا لصالح الجزائر مقابل تراجع نفوذ المغرب وأرجعت تقارب تونس وميلها ناحية الجزائر إلى تعاضم قوتها التقوية والديبلوماسية في وقت يشهد العالم الكثير من الأزمات عرش بالكاد منصوب فماذا لو توالت عليه ضرباته أصاب العرج إحدى قوائمه مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقلب مواجع المخزن وهي تتحدث في مقال لها بقلم الصحفي سايمون سبيكمان كوردل عن تغيير موازين القوى في شمال إفريقيا لصالح الجزائر تزامنا مع طلب الأوروبي على غازها الطبيعي باعتبارها ثالث أكبر موارد القارة بعد روسيا والنرويج وفي المقابل تراجع نفوذ المغرب في المنطقة تقارب تونس حد الميل ناحية الجزائر ما هو إلا إثبات لتعظم هذه القوة الدبلوماسية والطاقية فاستقبال الرئيس التونسي قيس تسعيد لرئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي ضمن قادة الوفود المشاركة في منتدى تيكاد تامانية الاقتصادي بين اليابان ودول الاتحاد الافريقي ترجم فعل التخلي الذي طرحه صاحب المقال في عنوانه متسائلا هل تتخلى تونس عن المغرب عنوان أمريكي للتأكيد أكثر منه للتساؤل معتابرا أن نجم الجزائر آخذ في الصعود من جهة أخرى أشارت فوريون بوليسي في ذات المقال إلى حساسية المغرب تجاه الصحراء الغربية من خلال نظرتها للعالم نظرة لم تعد ترى سوى الانتكاسات والخيبات المتلاحقة تدفع الخسائر التي يتجرعها القطاع الاقتصادي في إسبانيا جراء الأزمة الدبلوماسية التي سببتها سقطة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الانفرادية بخصوص الصحراء الغربية تدفع للمطالبة بإيجاد حلول أو بإيجاد حلولة تنقذ إسبانيا من الخسائر بسبب عكاسات بعض القرارات المتخذة التي طالت منتوجات إسبانية مختلفة على وقع تفاقم المتاعب الاقتصادية يعيش الصناعيون الإسبان جراء تواصل منع توريد منتجاتهم من السوق الجزائرية على خلفية السقطة الدبلوماسية التي وقع فيها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز واتخذت الجزائر منها موقفا سياديا أزمة سياسية بحتة أنتجت تداعية اقتصادية معقدة تشير الأرقام المقدمة من قبل جمعية أرباب العمل الإسبان أنها سجلت خسائر بنحو 40 مليون أورو في قطاع السيراميك فقط على سبيل المثال للحصرة دون الحديث عن باقي القطاعات الاستراتيجية الأخرى التي طالتها العقوبات الجزائرية بفعل قرارات مادريد تغيير موقفها إزاء قضية الصحراء الغربية خسائر الصناعيين الإسبان جراء المنع من دخول السوق الجزائرية أزم من وضعهم وضع تزمن مع تخوفة مادريد من الخيارات الاستراتيجية الطاقوية للجزائر وكذا تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين دون الحديث عن تداعيات الحرب في أوكرانيا على أوروبا عوامر دفعت بالصناعيين الإسبان مطالبة سانشاز وحكومته إيجاد حل دبلوماسي في أسرع وقت ممكن ليس فقط الصناعيون وأرباب العمل في إسبانيا من يبدون التذمر ويطالبون بإيجاد حلول مع الجزائر لتدارك الوضع بل حتى الساحة السياسية تأيش على وقع استياء ومساءلات سانشاز على ما جناه بقرار ارتجالي يؤكد متابعون أنه سينتهي بانتهاء عهدته على رأس الحكومة الإسبانية وفاء منها للسياسة الابتزاز لوحت السلطات المغربية بورقة الهجرة غير الشرعية في وجه دول الاتحاد الأوروبي ابتزاز فاحت منه رائحة التسول حيث استجدى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية الأوروبيين رفع حجم المساعدات المقدمة لبلاده متحججا بعدم تغطيته لنفقات من تحتجزهم الرباط من المهاجرين غير شرعيين هل من مزيد تصرخ الرباط متوسلة متسولة عواصم القارة العجوز علها تسد ثغرة من ثغرات كثيرة في نزانيتها العاجزة وليتها فعلت بعرض امتيازات للمستثمرين يحفظ ماء الوجه لكنها أبت إلا أن تتخذ من الابتزاز طريقا تسلكه طريق يلوح مسؤولها فيه بملف الهجرة والمهاجرين كلما عسرت عليهم دروبه أو سدت صراحة قالها مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي المساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية أقل مما يريده المغرب ويذهب المسؤول المغربي إلى أبعد من ذلك فيقدر أن مساعدات دول الاتحاد لبلاده والمقدرة بخمسمائة مليون دولار على مدى سبع سنوات لا تكفي مدعيا أن المغرب ينفق قريبا من هذا المبلغ سنويا وفي ذلك رسالة المبطنة أن أعطونا سبعة أضعاف ما تعطوننا إياه إن أنتم رغبتم في أن نحول بينكم وبين المهاجرين ابتزاز صريح يسارع المسؤول عينه إلى نفيه بتأكيد استمرار المغرب لعب دور الدركي وحارس حدود الأوروبيين الجنوبية حتى ولو أحجم هؤلاء عن التكرم بمزيد من اليوروهات متبجحا بغيافة مغربية رآها هو وحده لم تقف عند الضرب المبرح لشباب أفارقة حالمين بحياة أفضل بل تجاوزته إلى انتهاك حرمة أرواحهم والتجني عليهم بعدها لتبرير ما لا يبرر فقد حمل المسؤول المغربي ضحايا عنف قوات الأمن المغربية باملدية جوان الماضي مسؤولية ما حدث بدعوى أنهم شباب متمرس في القتال مكذبا كلما نقلته عدسات الكاميرات للعالم وقتها رحبت جبهة البوليساريو ثلاثة بالقرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي على ضوءه الإجراءات التي باشرها اتحاد الفلاحين الفرنسيين بشأن وقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا وأكدت ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي في بيان لها أن القرار مهم للغاية وسيسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب كإقليمين منفصلين ومتميزين وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه اعتماد سلطة المغرب في الإقليم بالنظر إلى افتقاره للسيادة هذا والتقى اليوم على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لأمم المتحدة الوفد الصحراوي بوفد جمهورية جنوب السودان بدافع تجسيد الإرادة القوية للبلدين الشقيقين لاستئناف علاقاتهم الدبلوماسية تمشيا مع مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي باعتبارهما بلدين عضوين في المنظمة القرية وحضر هذا اللقاء من الجانب أو من جانب جمهورية جنوب السودان نائب رئيس الجمهورية حسين عبدالباقي أكون والسفير الممثل الدائم بالأمم المتحدة أكواي بنا ملوال ومن الجانب الصحراوي محمد سالم ملد السالك ووزير أو وزيرة شؤون خارجية والسفير سدي محمد عمار الممثل الدائم لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا مباشرة من جناف عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشري البشير مرحبا بكم أهلا وسهلا إذن أهلا وسهلا إذن جبهة البوليساريو رحبت بالقرار الصادر عن مجلس الدولة للجمهورية الفرنسية على الضوء الإجراءات التي بشرها أتحاد الفلاحين الفرنسيين بشأن وقف الصادرات الزراعية من الأراضي أو من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا كيف سينعكس هذا القرار على القضية الصحراوية والانتصارات التي تشهدها سيد بوشرايح كما تعلمون هذا القرار مهم جدا لأنه يدخل في طار المعركة القانونية التي تخفضها جبهة البوليساريو منذ سنوات من إذن إقرار سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية على اعتبار بأنه ركن رئيسي في حقه غير القابل لتصرف تقرير المصير والأهمية الأخرى لهذا القرار بأنه نحن ننتقل الآن من مرحلة قانونية لإصدار القرارات إلى تفعيلها على أرض الواقع من خلال هذه الشكل التي تقدمت بها كونفيدرالية المزارعين الفرنسيين والليا هي نقابة معروفة بمواقف التضامنية سواء مع الشعب الصحراوي ولكن أيضا مع الشعب الفلسطيني ضد قرار الحكومة الفرنسية السماح بدخول بعض المنتجات الزراعية المستولدة بشكل مخارف القانون من الصحراء الغربية مجلس الدولة الفرنسية رفض جملة وتفصيلا التبريرات والحجج التي قدمت الحكومة الفرنسية من أجل السماحي بذلك واعتبر بأن القانون الأوروبي واضح في هذا الأساس من حيث اعتبار بأن الصحراء الغربية والمغرب غليماني متمايزان ومنفصيلا وبأنه ليس من الممكن القيام بأي نشاط تجاري أو اقتصادي بمعزل عن استشارة الشعب الصحراوي الحكومة الفرنسية والشركات المتورطة الشركات الفرنسية محل الشكوى المتورطة في الموضوع يعني تقوم بخرق مزدوج للقانون الأوروبي في هذه الحالة خرق مبدئي من حيث أنه الاتفاق للمنتجات لا يجب أن تدخل السوق الفرنسية والسوق الأوروبي على الإطلاق لأن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق والخرق الإجرائي الواضح هو قيام هذه الشركات والحكومة المغربية بالتحايل والتزوير بحق المستهلك الأوروبي من خلال ترميز هذه المنتجات كما لو كانت قادمة من المغرب وهي قادمة من الصحراء الغربية والاتفاق بمجمله يسبب خسارة كبيرة للمزارعين الأوروبيين ومن خلال فقدانهم لتنافسية مع المنتجات المغربية التي تلقى دعم في أطار الاتفاق وهو اتفاق غير شرعي فيما تعلق بالمنتجات الصحراوية طيب إذن بالحديث عن المكاسب دبلوماسية جمهورية جنوب السودان قررت اليوم استناف علاقاتها دبلوماسية مع جمهورية الصحراء الغربية كيف يمكن للقضية الصحراوية أن تستفيد من هذه الخطوات في الضغط على الاحتلال المغربي للاعتراف بحق الشعبي الصحراوي في تقرير مصيره نتصور بأن هذا الحدث وهو إعادة العلاقات الدبلوماسية إعادة استيناف العلاقات الدبلوماسية ما بين الجمهورية الصحراوية وجنوب السودان ويجب أن نشير لأنه مع جنوب السودان والحركة الشعبية الحاكمة هناك علاقات تقليدية مع عاجبة الفوليساري ولكن يجب وضعها في السياق سلسلة الانتصارات المتتالية الدبلوماسية للقضية الصحراوية والتي يعني طبعتها المشاركة المتميزة للجمهورية الصحراوية في قمة الشاركة الأوروبية الإفريقية في بريكسل ولكن سلسلة الاعترافات الدبلوماسية بالجمهورية الصحراوية في أمريكا اللاتينية وتوطيط العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الإفريقية المشاركة المتميزة في قمة شراكة تيكاد مع اليابان في تونس وكل النتائج المترطبة عنها ومؤخرا يعني انجلاء الغيمة عن المخزن المغربي الذي يعني يمارس سياسات ابتزاز وسياسات تحايل بصدد العديد من الدول كما حصل في كينيا وكما حصل في الفيرو وغيرها جنوب السودان تأتي لتتوج وتأتي في هذا الإطار يعني اتساع رقعة التضامن ولكن أيضا التأكيد للعالم والتأكيد حتى للاحتلال قبل أي كان بفشل مقاربته فيما يخص الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي من أجل التأثير على مكاسب الجمهورية الصحراوية العكس الاحتلال يجني تماما يعني النتائج يحصد النتائج العكسية والجمهورية الصحراوية يعني ماضية في تعزيز موقعها الدبلوماسي ليس في إفريقيا فقط ولكن في أمريكا اللاتينية وفي هذا الإطار يأتي استئناف العلاقات مع جمهورية جنوب السودان اليوم عضو الأمانة الوطنية جمهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشراء البشير شكرا جزيلا لك كنت معنا من جنوب شكرا في موضع آخر دحضت نتائج تحقيق مشترك لمؤسسة فورنزك إيركيت كيتشر بجامعة لندن ومنظمة الحق الفلسطينية رواية الكيانة الصهيونية التي ادعت أن عملية اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة تمت بالخطأ حيث خلصت نتائج إلى أن اغتيال شيرين كان متعمدا فيما قدم اليوم محامون دوليون ملف الشكوى الرسمية حول اغتيال الصحفية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق مشترك لمؤسسة فورنزك أرشي تيكتور بجامعة لندن ومنظمة الحق الفلسطينية يضحظ بالأدلة رواية الاحتلال الإسرائيلي التي تدعي أن عملية اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة تمت بالخطأ التحقيق والمشترك درس استهداف الصحفية من زاوية القناص التابع لجيش الاحتلال على تمييز الصحفيين من غيرهم في المنطقة كما نفى وجود أي اشتباكات في المنطقة وأنهم لم يشكلوا أي تهديد لقوات الاحتلال مشيرا إلى أن القناص استمر في إطلاق النار لأكثر من دقيقتين وتعمد إطلاق الرصاص على من حاول تقديم الإسعاف الأولي لشيرين أبو عقلة ما يعني أن إطلاق الرصاص على مراسلة قناة الجزيرة كان عمداً وبتكرار وبكل إصرار موزة مع هذا قدم ثلثاء محامون دوليون نيابة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين بالإضافة إلى المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ملف الشكوى الرسمي القانونية حول اغتيال الصحفية شيرين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بيلهايا الهولندية رغم الضغوط الممارسة من الاحتلال وأذرعه على مؤسسة وأطراف دولية للمماطلة في مباشرة أي تحقيق تشير نقابة الصحفيين الفلسطينيين من جانبه قال فريق محام عائلة أبو عقل إن ما سمي بتحقيق الكيان الإسرائيلي في القضية لم يكن هدفه كشف الحقيقة وأن السلطات الفلسطينية عاجزة عن التحقيق في الجريمة أمام غياب أي تعاون من جانب الاحتلال وقعت قرغزستان وطاجكستان الاثنين بروتوكولا للتهديئة وإحلال السلام بين البلدين وذلك عقب الاشتباكات الحدودية التي وقعت بين قواتهم الأسبوع الماضية وتم توقيع بروتوكول السلام والتهديئة من طرف رئيس لجنة الأمن القومي في قرغزستان ونظيره الطاجكي وسبق للجانب القرغزي أن أعلن عن مقتل ثلاثة وستين شخصا وإصابة أكثر من مئة فيما أعلن الجانب الطاجكي عن مقتل خمسة وثلاثين شخصا وإصابة ما يقارب عشرين آخرين أخذت المواجهات العسكرية في الأراضي الأوكرانية بين كييف وموسكو منحا تسعوديا في ظل إصرار الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا لدفع القوات الروسية على التراجع عن عمليتها الخاصة في أوكرانيا أعلنت سلطات كل من مقاطعات لوغانسك ودونسك ومنطقة زابوروجيا وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاءات شعبية للانضمام إلى روسيا وذلك من الرابع والعشرين إلى سابع والعشرين من سبتمبر الجاري بدوره قال نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفديذ الثلاثاب إن هذه الاستفتاءات مهمة لروسيا من أجل الدفاع عن نفسها مضيفا أن إجراء الاستفتاءات في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا لانضمامهما إلى روسيا ضروري لاستعادة العدلة التاريخية قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الثلاثاب إنه يجب على الاتحاد الأوروبي عدم التفكير في فرض عقوبات جديدة على روسيا لأن ذلك لن يؤدي إلا لتعميق أزمة إمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بأوروبا أفادت شركة غازبروم الروسية أن إمدادات الوقود عبر خط الأنابيب قوة سيبيريا ستتوقف في الفترة من الثاني والعشرين إلى تاسع والعشرين سبتمبر الجاري وذلك لإجراء عمليات صيانة مخطط لها سابقا وأضافت الشركة الروسية أنه يتم تنفيذ أعمال صيانة معدات خط الأنابيب مرتين في السنة وتبحث موسكو وبيكين مسألة بناء خط جديد قوة سيبيريا اثنان وذلك لتلبية الطلب المتنام على الغاز في الصين بعد انتاجه في هوليوود ونجاحه المبهر هناك عرضت سينيما كوتونو في البنين فيلم The Woman King أو المرأة الملك نتعرف على قصة أمازونية داهمي أو مقاتلات جيش نخبة في مملكة داهمي في هذا التقرير بعد 130 عاما من قتال القوات الاستعمارية الفرنسية في جنوب ما يعرف الآن ببنين عادت أمازونية داهمي كبطلات على شاشات السينيما بعد بطولات قدمنا على الأرض منذ قرون من أجل بلادهن نحن نعلم أن الأمازونيات هن المحاربات الإناث في جميع عنحاء إفريقيا لذا بصراحة إنه لمن دواعي فخر البنين أن يكون لديها فيلم تم تصويره بالخصوص هو ليس فيلما عاديا إنه فيلم هوليوود بصراحة إنه فخر كبير بالنسبة لي وأنا فخور حقا برؤيته أمام غالبية سكان بنين أنا متحمس للغاية ومغمور حقا جسد فيلم The Woman King الذي أنتجت هوليوود قصة الأمازونيات وهن المحاربات اللواتي شكنا وحدة نخبة في جيش مملكة داهمي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لمحاربة المستعمر الفرنسي الفيلم يعيدنا إلى جذورنا وتاريخنا ومشاهدته تعد لحظة يتمازج فيها الفخر بالوطنية تجمع ممثلات الفيلم على أن أدوارهن كانت بمثابة تحدي فهؤلاء المقاتلات كنا على استعداد لتضحية من أجل وطنهن وبفضلهن ننهذا الشرف الكبير اليوم أمام الجمهور وهذا ما يدعو حسبهن إلى تقديم المزيد من الجهود من أجل تحقيق النجاح في مصارهن بعد النجاح المبهر الذي حققه فيلم The Woman King في الخارج قررت حكومة بنين استخدامه في الهوية المرئية للعاصمة في وقت تسعى فيه إلى تطوير إمكانتها السياحية بفضل تاريخها الغني نهاية الحصاد والتذكير بالعنوين في افتتاح أشغال الدورة السابعة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة جوتي ريش يحذر من أخطار وجودية داهمة تهدد العالم والعمرة يبرز من نيويورك جهود الجزائر باستكمال التحضير لقيمة عربية ناجحة وموحيدة موسيقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الإقليمية والدولية ويشدد أن الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة المغرب يساوم أوروبا بملف الهجرة وانتصار جديد لقضية الصحراوية جمهورية جنوب السودان تقرر الصناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية المجر تطالب الاتحاد الأوروبي بعدم فرض عقوبات جديدة على روسيا وغاز بروم تعلن وقف إمدادات الغاز عبر قوة سيبيريا إلى الصين لمدة أسبوع وتبعتم في الحصاد وقفة عند أمازونية داهومي بطلة الماضي والحاضر في البنية ولمزيدنا الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة جزائر الدولي شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر